السلام عليكم حبيبات ان شاء الله سكونوا بخير وعلى خير ورمضان كريم اليوم ان شاء الله راح نجيب لكم وصفة طريفة وخفيفة لطاولة الافتاع وهي بتنجل محشي في الفن ولا البرانيا لانه احنا منطقة دينا نسموه برانيا المهم لما نطول عليكم نمشي ونشوفو الوصفة اول حاجة نجيب بتنجل ديالي من بعد ما ننغسله نحاول نقصه على يعني شرائح يعني الفيديو راه يوضح نفسه نقصه الشرائح بهذه الطريقة ومن بعد نرش عليه شوية ملح هاقده باش ما نجي انا ما راحش نقليه نقليه يعني نضيف له قليل من الزيت لكن من الاحسن لو عندكم مجمرة انا ما عنديش تشوي وهيكون احسن باش يكون صحي المهم هذه الطريقة الملح باش مصلنا كامل هاداك الماء ومنجي نقليه والبادنجل ديالي ما يرفضناش الزيت بزاف اهنا بعد مرور ثلاثين دقيقة يعني نصف ساعة مشيت نفقد البادنجل ديالي كما راكم تشوفو للمكامل يخرجه هي من الاحسن توضعه في اللال يعني في الكسكاس هكذا باش ذاك لما يهبط انا ما عليش خليتو غير هكذا المهم من بعد مشيت نقليه مباشرة يعني موضعت الزيت يعني البنات وضعت قليل قليل فقط يعني تقريبا ما كاش الزيت وحاولت نشوي البادنجل ديالي وفي نفس الوقت راني انحضر في الحشوة ديالي وهي الكفتة يعني مفروم ضفت معها القصبورة والمعدنوس والبصل هادو تحمته مع بادياتهم البعض القصبر مع الدنوس والبصل وما بعد ضفت معهم فلفل اسود والكمون وفلفل احمر والملح وراني نقلي فيهم كما راكم تشوفو حتى الكفتة ديالي الطيب تماما اهنا نجو الى المرحلة الاخيرة نجيب البادنجل ديالي من بعد ما طيبته ونحطه نحط فوقه شوية الكفتة يعني الحشوة اللي حضرناها ونزيد عليها الف خوماج يعني عندكم حرية الاختيار اني مستعملة هادو الشرائح ونحاول اللفها على شكل ملفوف ونوضحها في البلا الخاص بالفرن بالفرن ونواصل على هذه الطريقة حتى نكملهم كامل ونحن نجو الى المرحلة الاخيرة من بعد ما كملتهم كامل نجيب لسوس طومات هذه العادية تعبيتزا حضرتها معكم في عدة وصفات يعني الاسوس العادية نحاول نوضحها من فوق هكذا ونزيد نضيف عليها شوية تاع الفخوماج اختياري لاني نحب الفخوماج بزاف ونرجحها يعني ندخلها للفرن الطيب فقط من فوق ببرك هذا الفخوماج ديالي اي طيب وتكون جاهزة معنا ان شاء الله وكانت هذه هي طاولة الافطار ديالينا اليوم كان الطبق هو الطبق الرئيسي حاولت ما نضيف معه حتى حاجة يعني باش يعني ما كلا ما اضعش هدية باختصار فقط الحريرة والسلطة واللي سوفلي اللي كنت حضرتهم معكم من قبل ان شاء الله راح نحاول نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف بالنسبة لي ما شافوش الوصفة ونفس الشي بالنسبة للحريرة لكن اللي بنات ما لقيتو هكدا وبقالي منو يعني كليت منو يومين هدا الطبق مقدرناش نكمله المهم من الفوق زدت علي شوية كروية كوتو وضعت في القلي ما ذكرت هاش لكن عاود مين طابط يعني مين خرجتو من الفرن هكدا رشتهت شوية فقط كروية من الفوق اكم عارفين باد ان شاء الله لازم له الكروية ونحاول درك اسمعكم هكدا مورسو صغير باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاشي شي وهنا اللي بنات نكون وصلنا الى نهاية الفيديو نتمنى ان شاء الله يكون ترفخ في فعليكم ونقول لكم تبعوا الاخير ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله باي